كورس كبكرة احتراف من الصفر. راح تسألي تقول ليش بالتحديد تطبيق كبكرة. نعم في كل الادوات اللي يحتاجة كل منتج وصانع محتوى. ايش تريد اكثر من كذا يا صديق العسل. يبقى شبك المفضل وشبك دهازك. وتم معي سابع حلقة من هذا الكورس. ويلا بينا نبدأ. على بركة الله. اهلا وسهلا بكم طبعا في كبكرة عندنا قائمة فيها الكثير من اشياء نستفيد منها في صناعة فيديوهات احترافية وانتقالات احترافية. راح توفر علينا هذه القائمة الكثير من الوقت. والكثير من الجمهة. قائمة رازجين هي قائمة خاصة في الانتقالات. من اهم الاشياء اللي تقدر تشتغل عليها انه تصنع انتقالات احترافية. وكبكرة توفر لك مجموعة من الانتقالات الاحترافية الابداعية بين الفيديوهات والفيديوهات بصريقة احترافية. مثلا انا عايز انتقل من هذا الفيديو الى هذا الفيديو. فراح انتقل من هذا المكان الى المكان بحيث انه يعطيني انتقال حلو وتأثير بصري جميع. ومن هذا المكان طبعا راح اقص. طبعا راح اقص المكان هذا يكون مقصوص عشان يضيف لك انتقال لان الفيديو. الفيديو اذا كان قطعة واشده ما راح يضيف لك انتقال. مثلا انا اريد اضيف انتقال هنا ما راح يضيف لو اسحب هذا انتقال هنا ما راح يضيف ابدا. راح يضيف لك فقط على المكان المقصوص اي قطعة من الفيديو الاول قطعة من الفيديو الثاني. واضيفها لانتقال. مثلا عندي انتقال ميكس اي يستخدم لك ميكس بين الفيديو الاول والفيديو الثاني. تقدر تتحكم في كم مدة الانتقال والميكس. وشغل الان شوك مع بعض. لاها معي طاني انتقال ناعم وسلسل دخول ناعم يعني صار الفيديوهات الثاني داخل في الفيديو الاول بطريقة السلسة مناعمة. على الاستخدام في الفيديوهات الناعمة والانتقالات اللي تكون في فيديوهات هادية وبسيطة. فهذا راح يسعدنا بشيء كبير انه نصنع انتقال اه وتأثير انه وتدخل بين الفيديوهين مع بعض. طبعا هنا تجينا انتقالات الكاميرا والانتقالات ثري دي والانتقالات هنا طبعا كلها اوبرلي يعني انتقالات نعمة. نستخدم بالفيديوهات البسيطة والشروحات. والاشياء الخاصة مثلا يعطيني اللون اسود. يعني انتهاء يعني برجز لك انه الفيديو انتهى الى هنا بودة فقرة ثانية. فرح يبرز لك بهذا الشكل يعطيك انتقال جددا مميز. مثلا هنا انتقال خلنا نشوف هذا انتقال ايشي اعطيني للغة العربية لان اسمه اسمه اسمه. يعني يعطيك نفس الانتقال التموج البحر. يعني نفس الاندويز يدخل في بعضه بحيث الفيديو يختفي عن طريق اثنين الموجات فلن يظهر الفيديو الثاني. كل هذه انتقالات احترافية. هنا نفس الموضوع تقريبا مشابهة لهذا الانتقال. نحن نحن اسمه مع بعض. يعني كلها مشابهة لبعض. هنا اللمعة بسيطة بلون ابيض. زي هذا نشوف مع بعض. والعربي لان اسمها اسمها هذا الشكل. طبعا نروح نطايم الثانية. باحتوى ظهرنا انتقالات الخاصة في الكاميرا. من اهم الانتقالات اللي يشتغل عليها في الفيديوهات يعني السريعة والفيديوهات التفاعلية والفيديوهات مثل البيلز. طبعا تنزل الاحترافية. نستخدم تأثيرات الكاميرا. تأثيرات الكاميرا جدا جدا احترافية. مسلا خلال الكاميرا كأنها تنتقل بسرعة الى الفيديو الثاني بهذا الشكل راح نشوف مع بعض. نحن نزل التأثير بس. نزل التأثير راح نشوف. شوف كيف تأثير الكاميرا جدا رائع جدا جميل جدا. حتى يعطيك هنا كيف راح يكون التأثير قبل ما تنزل. ممكن قبل ما تنزل التأثير راح يعطيك هنا الشرح لي التأثير هنا فيديو زي طريقة مرور الكاميرا. يمينية سارة عشرة ما تنزل وتتعب نفسك. شوف هين كيف راح يكون. هين كيف راح يكون. يا السلام. هذا دائما نشوفها في الافلام في المونتاري الخاص في الفيديوهات الاحترافية عن صناع المحتوى وعند المصممين وعند المحترفين في الانتقال الاحترافية. ورح تكون مميزة اكثر مع اضافة افكت وساند افكت مع الانتقال. وهذا راح نشرح وراح نضيف بعض الآن وشوف كيف راح يكون التأثير. مثلا هذا التأثير البسيط. تمام? الان اقدر انا اضيف. في مع الانتقال هذا راح يطيني اكثر حيوية. اروح من قائمة اوديو. من قائمة اوديو روح على اروح على قائمة اسمها قائمة اروح على قائمة اسمها اي انتقالات اصوات انتقالية. انزل تحت اروح ادور عن شي اسمه. ايوة هذا التفال مسان شوف. اسمع بعض بعض. نزيد الشوية. نقدر نبطق شوية التأثير. طبعا في التأثير زبطا ما هذا. بس انا اشرح. ايش الاشياء اللي راح نستكيد منها. انا نزيد السبيد. نتقال في السبيد شوية. شعر يا جمال. شوف مع بعض كيف يتأثير. يعني هذي بس الافكار اعطيكم الافكار انتم تستطيع التجربون مع بعض الاشياء الاحترافية مع بعض. لو اغير الترانزيشن اطيف هذا الترانزيشن كاميرا ثلاثية البعض بهذا الطريقة. هذي اشوفها دائما احترافية. شوف لاحب. يا سلام. مجموعة من التأثيرات الخاصة بالكاميرا. يعني صراحة انقلمها كلا افضاع لاحظ معاي. كل هذه اشياء نقدر نستفيد منها في الفيديوهات الاحترافية في صناعة الفيديوهات وانتقالات احترافية بين الفيديو والفيديو في تقسيمات جميلة وتسهلة وسيطة على واجه كابكارت الاحترافية والسهل القصيدة. طبعا عندنا انتقال ثاني هو بلور. هذا استفيد من اشياء معينة بين الفيديوهات اللي انا اشتغل عليها. زي التموث شوف نظر. شوف لاحظ قان. هاته كلها قائمة سترزل. هنا يعطيك زي النويس. خاصة من اللغة العربية انا اسمها اصلا. شوف. هذه كلها آآ لها استخدمات خاصة بكل الفيديو معينة تشتغل عليه في المونتاج. هنا بايسك. اي الانتقالات اللي زي العين زي اليمين اللي يسار. انتقالت على دي سلايد. وليفت ويسار. نشوفها دائما في بعض الانتقالات. ثانية. لاحظ. هاني انتقال من يعني يسار الفيديو هذا هو اصلا من لغة العربية لان اسمها اصلا شوف. فهذا كلها نقدر استفيد منها آآ لايت ايفكت تأثير هذا دائما يظهر لنا لايت ايفكت هذا وتشوفه في عند الاصطناع المحتوى غالبين يعني انتقال هذا انا اصلا احبه جدا. ودائما تشوفه في فيديوهاتي. اي يعطيك زي اللون وزي الاضاءة تنتقل من هذا الفيديو الى هذا الفيديو او تنتقل من فكرة الى فكرة مع تأثير صوتي جميل. آآ انا راح يعطيك صراحة آآ نوع من الحيوية وخاصة كان سريع. شوف لاحظ معا. ما اصنع. يا سلام. انا اقدر استفيد منه اني عندي تأثيرات ثانية. الآن راح تشوفون الفرق يعني كيف راح يعطيني الصوت هذا والايفكت هذا. كيف راح يعطيني فرق كبير في الانتقال حيوية. يعني انا ان شاء الله اعطيكم اشياء تستبدو منها واظكار في المونتاج آآ احترافية على كبكتة وعلي برنامي المونتاج. لاحظ ما يسمع الصوت بس. يا سلام. عندي مجموعة من انتقالات بصرية الرائعة. اما تستخدم هذا الانتقال السريع. شوف يعني يا سلام. وانتك تتحكم بالسرعة من هنا من هنا. يا سلام هنا. طبعا راح عن اللي بعده. اللي بعده طبعا هي اشياء خاصة في الشخصيات. راح يعطيني زي التقسيمات زي هذا. اي زي هذا. هذا دائما نستخدم في الافلام. او في المونتاج الخاص بالافلام الوثائقية. فيها نروح فيها آآ شي يعني يدل على الاهمية والتنبيه. هذا دائما نستخدم معه ونستبدو منها في اشياء كثيرة جدا. اشخاص المونتاج ويعرفون المونتاج يعرفون كيف يستخدم هذه الايفكتات والانتقالات المكتراحية. روح على التقالي بعده. هنا تموج وما تموج. طبعا انا راح في هذه كلها. نروح في صور ما تناسب. تمام. هنا اشياء ثلاثية الابعاد. يعني مثلا يضيف لشيء زي الصورة ثلاثية الابعاد. لاحظ معي. كلها ثلاثية. لاحظ اصلا. اصلا تستمع. يعني اشياء ثلاثية سبع زي الوراب. العربي لانا اسمه اصلا. اصلا. العربي لانا اسمه اصلا. العربي لانا اسمه. تنعم على تأثير. صراحة رحي خلني فيديوهاتك ابداعية جدا. العربي لانا اسمه اصلا. شوف كلها موضيت عندها. العربي لانا اسمه اصلا. يا السلام. رح لي بعده سلايد هنا اه سبلت. خلنا شوف ايش يالي اعطنا اسلانت. تقسيمات وانتفارات وتقطع بالعناة. هنا بعد الليلة الدوائر. تصوير لنا اسمه اسلانت. شيرك مع بعض. العربي لنا اسمه اسلانت. هذه كلها يعني تقدر تسبيلنا في فيديو هذا بشكل عام ايش الفيديو اللي تشتعل عليك. تاخذ الانتقالات المهيزة بين فيديو وفيديو. العربي لنا اسمه اسلانت. العربي لنا اسمه اسلانت. شوف مع بعض. كلها صراحة جميلة جدا وابداعية. يعني التوفر عليك. د Japanese cooking. د Moderniz cards. دائما محكز فيديو هذا الورط غالي. الاشياء الخاصة في câ código العربي لنا اسمه اسللانت. فيديو يا عرف كولاد. فيديوارك الكلاد ينسقها الانتقال. فيديوهات الكولاد نستخدم هذا التقاشر لنا اسمه اسلنت. بديوارك الكولاد ياتفصر دائما نشوف يستخدمنا هذا التأثير طبقه ها. العربي لنا اسمار. زي لانفجار. العربي لنا اسمار. زي لانفجار طبعا انتربطه. بيين اكسر. اكسر. لا. الماسك هنا يعطينا ماسك معين. هذا دائما استخدمه في فيديوهات الموشن. دائما هذا في انتقالات الموشن تكون موجودة. انتقالات الموشن غرافك. سي تأثرت السوائر. نسمي تأثرت السوائر. رهيبة جدا تأثرتك انتقال سلسنة عمليه الفيديو. هو سبيل البساطة. لاحظة معك. هذا انتقال الجميل بعد. عربي لنا اسمار اصلا. عربي لنا اسمار اصلا. يسلام. اوهات. شو بجميع من الفيديوهات هذه كلها تساعدك في صناعة انتقالات احترافية. سوشيال ميديا هنا يضطيك انتقالات خاصة في السوشيال ميديا يعني الاعجابات واللايكات والاشياء الفكارية. انت تقدر تستميد منها. انا متفصل اللغة العربية لنا اسمار اصلا. يسلام. مجوعة من اللايكات تعطيك انتقال احترافي. يعني مغفر لكل شيء كبقى. كل شيء تحتاجه من اشياء سينمائية من اشياء احترافية من اشياء ابداعية من اشياء. لاحظ معنا هنا متفصل اللغة العربية لنا اسمار اصلا. يسلام. شغل. شغل مع بعض بس. انا كاميرا تفتح وتقفل. اه تسجل فيديو سنة. صراحة. شيء ابداعي ابداعي. اصلا من اللغة العربية لنا اسمار اصلا. يا سلام. هذه كلها يعني خاصة في الانتقالات على كاب كات يعني كيف رح استخدمها انت تستخدمها بطريقتك اللي انت تناسب في الفيديو الخاص بك. و الى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم اتمنى اني اكون قدرت ابسط لك الامور كلها في تطبيق او في كورس كاب كات الاحترافي. و اتمنى منك تدعمنا باللايك والشير و تشارك هذا المحتوى من اصدقائك المهتمين في المونتاج والتصوير و صناعة المحتوى عشان يستفيد من هذا الكورس المجاني. ولا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتضغط على زر اللايك عشان يستفيد الجميع و ينتشر هذا المحتوى عند الجميع. و اشوفه في الحقيقة القادمة و في الختام سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا الى الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.